حقق فريق بحرين وان لسباقات سيارة السرعة المراكز الثلاثة الأولى والمركز الخامس في بطولة العالم لسباقات السرعة دراك ريسينغ في ولاية نيفادا الأمريكية وتحديدا في مدينة لاس بيكاس وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مالك فريق بحرين وان أن هذا الفوز والإنجاز التاريخي الذي تم تحيقه جاء بفضل الدعم لا محدود من لدى جلالة مالك البلاد المعظم واهتمام ودعم وتجريع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكذلك بفضل الداعمين لفريق بحرين وان من الشركات الوطنية حتى وصل هذا الفريق إلى المكانة الرفيعة والمتميزة في رياضة سباق السيارات على مستوى العالم قال سمو الشيخ عبدالله بن حمد أن فريق بحرين وان للسيارات حقق في هذا السباق المراكز الأولى الثلاثة والمركز الخامس وهذا انتصار رياضي تاريخي واستثنائي لم يحققه أي فريق أو فريق سباق قبل ذلك هذا يدل على روح الإصرار والتفاني التي يتمتع بها أضاء الفريق الذين يثبتون في كل محفل رياضي عالمي قدرتهم على المنافسة والتفوق معربا عن فخره وتطلعه إلى موصلة تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في هذه البطولات التي لها شعبية محلية ودولية كبيرة أثنى سموه على الجهود الكبيرة التي بدلها الفريق في التدريب والتحضير للوصول إلى مستوى تنافسيا عالمي موجها شكره الخاص للسائقين الذين بدلوا كل جهدهم في هذه المنافسة الصعبة كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للطاقم الإداري والفني لفريق بحرين وان وجميع من ساهم في إعداد هذا الفريق أشار سموه إلى أن هذا الفوز وهو الثالث عالميا يعزز من مكانة مملكة البحرين على خريطة الرياضات الميكانيكية الدولية وهو دليل على الالتزام الدائم بدعم وتطوير الرياضة وتجيع الشباب البحريني على الانخراط فيها وتحقيق الإنجازات معربا سموه عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز دافعا للتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل من جانبه هنأ مدير الفريق خالد البلوشي سمو الشيخ عبد الله بن حمد على هذا الانجاز الكبير الذي يحققه الفريق منوها بالدعم والرعاية الذي يلقاه طاقم الفريق من سموه كما رفع أعضاء الفريق التهاني إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد والمهتمين برياضة السيارات منوهين بالدعم والتجيع الدائم من سموه لتحقيق المراكز الأولى